شارك الأردن في اجتماع وزراء التحالف الدولي لمواجهة عصابة داعش الإرهابية الذي عقد في واشنطن بمشاركة أربعين دولة من الدول الأعضاء في التحالف حيث بحث الاجتماع الخطوات القادمة للبناء على إنجازات التحالف للحفاظ على الزخم المتحقق وضمان استمراره وصولا للقضاء التام على العصابة ونقش المجتمعون سبل تعزيز تبادل المعلومات وتكثيف التنصيق لمواجهة الإرهاب العابر للحدود ومحاربة المجموعات الإرهابية التي أعلنت ولائها لعصابة داعش في المنطقة بما في ذلك في ليبيا مطالبين بضرورة تعزيز تبادل معلومات المخابرات مع تحول العصابة إلى التركيز على شن هجمات خارج الأراضي التي تسيطر عليها في العراق وسوريا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي وشؤون المغتربين ناصر جودة أكد في الكلمة التي ألقاها على قناعة الأردن الراسخة وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة مواجهة الإرهاب على ثلاثة مستويات هي المستويان العسكري والأمني وذلك على المدى القريب والمتوسط والمستوى الأيديولوجي على المدى الطويل مشددا على أن الأردن يقوم بدورا طليعيا في الحرب على الإرهاب وهي حرب كونية لكن بأساليب أخرى لأن خوارج العصر لا يمتون للإسلام والمسلمين بأي صلة كما أكد جودة أهمية تكثيف الجهود لدعم التوصل لحلول سياسية لمشاكل وأزمات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعد القضية الجوهرية في المنطقة كما شددا على ضرورة معالجة الحرمان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي يؤدي إلى اليأس ويقود بدوره إلى التطرف المترجم للقضية